أهلا بكم مشاهدين في هذه التغطية الحية والمباشرة على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري حول فعليات تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة وجديدة مدتها 6 سنوات إذن ببدء عهد جديد وجمهورية جديدة أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بكامل هيئته ولكن من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة ليبدأ الرئيس السيسي ولايته الجديدة مدتها 6 سنوات ليسجل اليوم الذي يعد فارقا في تاريخ مصر حقبة مختلفة في بناء الجمهورية الجديدة يبدأ فيها استكمال ما تم إنجازه خلال العشر سنوات الماضية والبناء على ما قد تم ليكون المواطن هو الفائز الوحيد من الإجراءات التي يتخذها الرئيس للارتقاء بالوطن وليهتفى الجميع تحيا مصر تحيا مصر وفي كلمته استيادة الرئيس عقب أداء اليمين الدستورية توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم صاحب الكلمة وصاحب القرار رمز الأصالة والعزة والصمود وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي عهده استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيقة طلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والأداب والفنون متسلحين بعراقة تاريخ لا نظير له بين البلاد وعزيمة حاضر الشد رسوخا من الجبال وقال السيد الرئيس إن السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود وأن تصريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث وقال الرئيس السيسي إن علوم أو عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حاضريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن نتنبه بكل طاقتنا إلى أننا في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحد وقد قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمانية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا قبل أي شيء آخر وهو التحدي الذي يفوز به دائما المعدن المصري النادر الذي تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة شكرا شكرا